زي ما قلت لكم في بداية حلقتنا النهاردة روايتنا بتتكلم عن مشاعر خاصة جدا وهي مشاعر الفقد وعلى فكرة دفتي اللي بنوراني النهاردة في الستوديو هي الكتابة ضوحة صلاح بيطلق عليها في عالم الأدب سائدة الجوائز لأنها حصلت على جوائز أدبية كتيرة جدا رغم أنها صغيرة لكنها تكتب بقالها سنين كتير ويمكن كانت بداية كتابتها في 2012 ونتكلم معاها أكتر عن روايتها اللي محققها نجح كبير جدا السلاحف لتشعر بالوحدة مساء الخير إزايك يا ضحة أولا أنا مبسوطة جدا بأن أنا قدامي كتبة شابة جميلة صغيرة بحققها كل النجاحات دي فيعني مبروك على كل النجاحات الحلوة اللي أنت محققها الله يبرك كلميني شوية عن السلاحف لتشعر بالوحدة وكلميني شوية عن إحساس الفقد وتجربتك أنت الشخصية معا هو أنا كنت كتبت السلاحف لتشعر بالوحدة علشان أهديها الوالدي هو توفى من أكتر من سنة وأنا كان نفسي دايما أن أنا أكتب عنه وأكتب عنه الله يرحمه ويرحمه أنا جميع فأنا دايما كنت بلاقي أن الكتابة وسيلة كويسة بالنسبة لي أن أنا أخرج فيها مشاعري طبعا رغم أن أنا طبعا بعد ما مات بفترة طويلة أنا ما كنتش عارفة أكتب عنه خالص لحد ما بعد كذا سنة حسيت أن أنا في الوقت ده أقدر أن أنا أكتب عنه كتجربة أكتب عن تجربة الفقد وتكون برضو التجربة دي على مسافة بعيدة عني أنا مش عايزة أكتب عن ضحى أنا عايزة أكتب عن التجربة عموما هكتب عن حاجة بنمر بيها كلنا معظمنا أكيد فقط شخص بشكل أو بآخر مش شرط أنه قريب بالدرجة الأولى حتى لو صديق أو كده وكل ما إحنا بنجبر بنلاقي أن المود ده حاجة جنبنا وقريبة جدا من نسمع فجأة أن حد صديقنا اتوفى والحاجات كلها بتيجي لحظية وفجائية جدا فأنا كنت عايزة أكتب عن المشاعة دي عموما وقلت أن أنا أستغل نوعا ما تجربتي للشخصية ودي الحاجة اللي أنا هقدر حارف أن أنا أعبر عنها شعوريا بشكل كويس بس في نفس الوقت هاخد ككاتبة مسافة بعيدة عن الشخصية وأكتب عن التجربة كلها بشكل محايد التجربة كلها أو الرواية بتاعتك كلها كانت بدور في يوم واحد مظبوط مظبوط حصل إيه في اليوم ده؟ احكي لنا كده من غير ما نحنق طبعا الرواية أنا عارفة أنك أكيد عايزة تشوقي المشاهدين والقراء أنه هم يكونوا يعني متشوقين للرواية بتاعتك بس تقريبا إيه اللي بيحصل في اليوم ده؟ هو أي حد مر بحالة وفاة هو دايما بيلاقي أن أول يوم بعد الوفاة ده خصوصا بقى في الغسل والدفنة وبعدين العزب الليل وتجمع العائلات ودايما هيلاقي أن اليوم ده بيبقى فيه حاجات كتيرة مرتبكة زي الناس اللي بتيجي فجأة تقولك فلان مات أيوة أنا عارفة اللي حد يجي قبلك يقولك تمات خلاص أيوة أنا عارفة أنه مدفاق بيبقى فيه مفارقات مواقف كتير رغم أن هي بتبقى مبكية جدا إلا أن بعض الناس بتلاقي المواقف دي مضحقة وبتفضل يعني في وسط المهمة حتى في العزب ممكن تبصي على الناس اللي قوموا بيتحكوا فالناس بتاخد دايما الموضوع ده نبص بقى قلة الاحترام للميت أو كده لكن ده دي للأسف حاجة مخلوقة فينا بشكل ما أنه نحاول دايما نطلع من كل المواقف الوحشة أو الظروف السيئة دايما حاجة نكسر بيها الحزن ده عشان نقدر نكمل في الحياة لأن إحنا لو دفن نفسنا في الحزن ده عمرنا ما هنقدر نكمل فده نوع عمال اللي أنا حاولت أعمله في اليوم ده أن أنا أبين المفارقات قد إيه البطلة متأثرة جدا بوفاة والدها وقد إيه فعلا هي مش عارفة أن هي هتكمل حياتها لدرجة أن هي بعد الدفنة بترجع وبتستخبى في الدولاب بتاعه وسط البدل بتاعته زي ما هو كان دايما بيخبيها وهي صغيرة وبتفضل تفتكر الحاجات كلها اللي هو بيعملها علشانها في نفس الوقت لما الشخص بيموت البني أدمين دايما بيفتكروا له الحاجات الكويسة أو يعني المقربين منه هو حتى لو كان أب مش كويس 100% بس هي كل اللي بيجي في دماغها حاجات كويسة عكس مثلا الأقارب الأبعد أنه هم مثلا إيه دا مات طب دا كان وعدني أنه هو هيديني معرفش فلوس علشان يجهزني بيها طب إحنا هنفع نطلب منهم الكلام دا فبوري نوعا ما في اليوم دا أن هي البطلة وهي في الدولاب هي بتسمع حديث الجانبية بتاعت عمتها بتاعت خلتها بتقدر أن هي تكشف مين فعلا اللي بيحبوهم ومهتم بيهم ومين اللي أبي يحبوهم بس هو كان ليه طلبات عند بابا طب بابا كان بيديهم شهرية هل الشهرية هتوقف دلوقتي لما هو مات ولا لأ في نفس الوقت هي بتفضل تشوف كل دا وبتاخد موقف دفاعي جدا عن عن والدها وأن انتوا كلكم انتوا بدلا ما انتوا تزعلني العالية أن انتوا كلكم عايزين كل واحد بيدور على مصلحته في نفس الوقت والدتها اللي هي دايما بتشوفها شخص جامد وكان قاس عليهم في طفولتهم بتشوفها ان هي لأ هي بتاخد موقف اللي هو بتكون في اللحظة دي كأم وأب في نفس اليوم مجرد ما الأب بيتوفى هي اللي بتمسك زمام الأمور هي اللي حتى يعنيها طول الوقت مدمعة مش قادرة حتى تبكي علشان لازم انها تتماسك علشان أولادها وفي نفس الوقت بتحصل محادثة بينها وبين البطلة وبين لها فيها ان احنا دايما بنشوف الكويس في والدنا هي درجة تعلق البطلة بوالدها كانت كبيرة جدا لدرجة ان هي ما شافتش ان والدها ما كانش زوج كويس بو كان أب كويس جدا بس ظلم والدتها معا بشكل ما فهي حتى كانت دايما بتقصو على والدتها بعدين حست ان وفاة الأب ممكن تبقى نافذة جديدة وباب جديد ان هي تعرف منها والدتها تتقبل الناس اللي حواليها بشكل أكتر وتفهمهم وان هي كمان تتعاطف لان هي منغلقة على نفسها انا والدي انا بس اللي مات انا هعاية عليه انا هحزن انا هبعد عنكو كلكو وهنغلق لكن بتكتشف ان لا احنا ما ينفعش ان احنا نعيش بالمنظر ده اكيد